حاردة جديدة تضاف لإنجازات وبطولات الناد الأهلي بنقول الناد الأهلي وجماهيره ومجل صدارته ألف مبروك وبرضو بنبارك للناد الأهلي عن فوز مهم مبارح بالأمس أمام غازل المحلة مباراة كانت صعبة دائماً وأبداً مباريات الأهلي أمام غازل المحلة في الساد غازل المحلة مباريات فيها ندية كبيرة بنقول هارد الأهلي فريق غازل المحلة فريق مبتهد فريق كافح طول تسعين ديئة لكن في النهاية روح الفانيلة الحمرة كانت موجودة وإحنا بنتكلم عن مشوار بطولة الدوري مشوار مهم جداً دائماً في بطولة الدوري في محطات مهمة علشان في الآخر إن شاء الله تقدر تحصد لقب البطولة آه إحنا لسه بنتكلم في الأسبوع الخامس ولسه المشوار طويل لكن دائماً عندك محطات مهمة من المحطات المهمة مباراة مبارح أمام غازل المحلة لما نفوز على غازل المحلة في ملعبها 3-2 ده إنجاز يعني يعني نقول 3 نقاط مهمين نقول خطوة مهمة نقول محطة مهمة 3 نقاط غاليين في مشوار بطولة الدوري ناد الأهلي النهاردة بيبتعد بالصدارة بنقطتين عن بيرامدس وخمس نقاط عن الزمالك مبارح في مكاسب كبيرة أول مكسب لاعب اسمه أكرم توفيق اللاعب ده لاعب فعلاً خد الفرصة في الناد الأهلي أعطاه له بيتسو موسيماني في الباكرايت النهاردة مسك فيها بأيديه واسنينه زي ما بقوله بلغة الكورة أكرم توفيق واحد من نجوم المباراة بالأمس لما لعب باكرايت مبارح أدى أداء رائع معايا لقطة مهمة جداً لأكرم توفيق اللقطة اللي احنا شايفينها دي كانت كورة للناد الأهلي فاول ناحية اليمين عملها علي معلول وكان فيه تمركز خاطئ للعب الناد الأهلي على التمنتاشر مبارح كان أكرم توفيق هو الوحيد في الكورة دي في نص ملعب الناد الأهلي هو الوحيد اللي وراه النهاردة عملت هجمة مرتدة سريعة من لعب غزل المحلة وقفوا لي هنا لو سمحتوا يا شباب النهاردة ثلاث لعبة من غزل المحلة على لاعب واحد هو أكرم توفيق شايفيني الكورة دي دا تمركز خاطئ من لعب الناد الأهلي لكن عندك النهاردة أكرم توفيق لاعب مصحصح طولي تسعين ديئة النهاردة الكورة دي شوف أكرم توفيق وشه هنا لجون ولمحمد الشناو ما راحش قابل بوشه لو قابل بوشه النهاردة الكورة ممكن يضرب اللعيم يروح من نص الملعب لكن حط نفسه النهاردة ادى وشه لمحمد الشناوي علشان دايما يكون في وضع السرعة ووضع الحركة النهاردة أول ما تعملت قدر يروح يقطع الكورة فالنهاردة بنقول له أكرم توفيق تحية ليك نضرب له تعظيم سلام هنا في الكورة دي التلاتة أكرم توفيق لابي صحمر وشه الجونه محمد الشناوي تمركز صحيح وبدأ في اللعبة دي بياخد وضع السرعة ووضع الحركة أول ما راح اتناحت اليمين قطع بسرعة بفدائية كبيرة جدا حتى لما الجون جي في النادي الأهلي الجون الثاني وبقت النتيجة اتنين اتنين وخبطت في رجل أكرم توفيق وأنا قاعد عندي يقين والله إن الأهلي هيكسب علشان يعود أكرم توفيق بعد الأداء والرجولة والقتال والجدعانة في الملعب ما ينفعش الأهلي يخرج متعادل على الأقل علشان أكرم توفيق علشان كده شفنا الهدف الحلو اللي من علي معلول اللي بروح الفانيلا الحمرة في السواني الأخيرة ودي من المحطات المهمة جدا إنك تكسب في آخر ثواني في ملعب غزل المحلة أمام فريق محترم مبارح كان عندنا إصابات شفنا في نهاية المباراة علي معلول إصابة عنده شد في العضلة الضمة أيضا شفنا كمان حسام حسن وإصابة قوية يعني وكلنا اتخذنا كجمهير النادي الأهلي نروح بقى للدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في النادي الأهلي علشان نتطمن على لعبة النادي الأهلي مسائل فل يا دكتور أحمد مسائل خيري كابت نسامة إزاي حضرتك؟ منور قناة الأهلي ربنا يا كريمة كابت نسامة منورة بحضرتك دايما طيب مننا بقى مبارح بعد المباراة جمهير النادي الأهلي كلنا